التوجيهات تصدر أوقف الموزيع ده حاضر إفنّم حصل مع مين إفنّم على سبيل المثال؟ وكان إيه السبب؟ حصل مع رؤساء تحرير وفي الفضايا المصرية بالذات وكان عبد الناصر بنا حقيقة كان بيعمل برنامج وإحنا كل برامجنا إن أنا كانت التوجيهات عندي إن أقدموا المعارض والموافق بحيادية تامة هما كانوا يجبوني التعليمات اللي كانت من قيادة التلفزيون لكن ده ما كانش بيروق لي ما بيروقش ليه وزير الإعلام الإخواني وقتها وإحنا ما بيروقش ليهم لأن إحنا كنا بنجيب شخصيات هما ما كانش عايزينها يعني مثلاً سيارات من الطيار السياسي ومن الطيار الإسلامي لكن مع ده يعني في بعض الناس قالوا أن هما منعوا وقتها يعني يمكن من جمال زهران دكتور قال إنه تمنع أنا دخلت عليه وأنا رئيس التلفزيون مع جمال الشاعر وقلت له حضرتك لم تمنع بدليل أنك موجود دلوقتي في تلفزيون مصر رد عليه قال لي كنت ممنوع قبل كان وقلت له يا فندم وأنا رئيس تلفزيون حضرتك بتتكلم والوزير كان موجود طيب في الفترة دي برضو اشتكل أستاذ مفيد فوزي ويمكن أنا كنت بعمل معه لقاء تلفزيوني وقال لي أنه قالوا له وقتها أنه برنامجك ما تجيبش إعلانات اللي هو كان حديث المدينة وتم إيقاف برنامج حديث المدينة في الفترة دي يعني كواليس دقيقة كان تابع قطاع الأخبار الحقيقة من اشتبع التلفزيون لكن أنا تدخلت برضو وكلمت وقلت له أستاذ مفيد أنا بدعوك فورا أنك ترجع لبرنامجك على فكرة والوزير موجود بس أنا عندي قواعد الحقيقة عاملها عاملها التلفزيون الحقيقة أن لا يجب ياخد نفس الأجر اللي بياخده الموزيع لا ما يناسبش يا الله يرحمه طيب يعني قابلت إزاي تعيين وزير الإعلام الإخواني يعني رجل لم تكن له سابقة في العمل الإعلاني ما فيش لديه الخبرة الكافية يعني استقبلت خبر تعيين هذه الشخصية إزاي وإزاي تعاملت معي الحقيقة قابلته أنا أعرفه من أيام ما كان في النقابة الصحفيين وأنا كنت في النقابة السينمائيين وكان بيحصل تعاون ما بيننا في مشروع العلاج الطبي الحقيقة فأنا أعرفه كحد كان بيشتغل معي في مشروع العلاج فقابلته الحقيقة وبركت له وقلت له أنا يعني عايز أقول لحضرتك إحنا عايزين نقدم إرادة المصريين أيا كانت وعايزين نقدم بصراحة كل ما هو يمثل إرادة الشعب المصري أيا كانت ده من البداية فاندم والله قال لي أه طبعا والحقيقة والحقيقة وافقني طبعا تماما ودي حاجة خدتها منه واشتغلت عليها أنا ورؤساء القطاعات اللي اشتغلوا معايا وكانوا هايلين في المؤترهم والوزير قالوا الإعلام موافق نجيب كل حد لي رأي ونجيب الرأي الآخر لكي الممرش على الأرض